رب صالح جدا بيحب كنسته جدا عايز يدخل أولاده إلى أمور لم يدخلوها من قبل من حضوره ومن مساحة حضوره جواهم كل ما بتزداد مساحة حضوره جوانا كل ما بيزداد مجده الظاهر حوالينا وبرانا كل ما بنوسع جوانا كل ما بنقطع مشاوير جوانا لامتلاكاته أكتر فينا كل ما السلطان اللي خارج والتأثير اللي خارج والآيات والعجائب المحيطة بيك في ظروفك بتزداد كل مشاوير وانتصارات وإظهارات أنت محتاجها تحصل حواليك في ظروفك مربوطة بمشاوير بالنعمة بتحصل جواك بيزداد فيها يسوع فيك الآية اللي في العهد القديم يتأصلون إلى أسفل كنا بنصليها يتأصلون إلى أسفل فيأتونا بالثمر إلى فوق كل ما الجزور بتنزل أعمق كل ما الشجرة ينفع تطلع أعلى كل ما جزورك في الحضور الإلهي بتزداد كل ما امتداد استعلان الملكوت بإظهارات بفرح بقوة بسلطان بيزداد وبيعلى في حياتك مشاوير استعلان يسوع فينا لما بتزداد استعلان يسوع حوالينا بيزداد في العهد الجديد لو قلنا من الآية من العهد القديم إنه يتأصلون إلى أسفل فاتونا بثمر إلى فوق في العهد الجديد الستندرد أعلى بكتير الستندرد هو قياس قامة ملء المسيح كل ما بتزداد قامة ملء المسيح فيك وده على حساب أي حاجة تاني يعني يسوع بيزداد جواك دنيا بتمطر على الستيج كل ما بيزداد يسوع فيك كل ما بيزداد استعلان يسوع حواليك وده مشاوير روحية بتقطعها أنت حضرتك وحضرتك في الحضور الإلهي وأنت قدام الرب وأنت بتعبد أول ما بترفع قلبك للرب رب عايز يزود جزوره جواك العمق كل مرة حضرتك بتعبدي الرب رب عايز يدخل صوابعه ويزود العمق العمق ده محبة ده قداسة ده نعمة ده جزور بتتأصل جواك وجواكي من التغير إلى تلك الصور عينها كثير منهم عايزين نشوف برا وربي يقول لك أنا عايز أقطع مشوار جوا تقول له إيه العلاقة قولك في بعض الأحيان ما يبقاش فيه علاقة ما بين اللي أنت عايزه والمشوار اللي عايز يعمله جواك بس أول ما تدينه المساحة أنه يعمل مشوار جواك برغم أنه ملوش علاقة بالموضوع اللي بيحصل براك أول ما تدينه مساحة أنه يقطع مشوار جواك فيه يزداد يسوع في قلبك وفي نفسك وفي مشعرك اللي براك نتيجة طبيعية تجده بسهولة تقول لي أنا قعدت سنين بصارع في الموضوع ده وفي لحظة الموضوع تحسن ما عرفش كم حد منكم محضرش المؤتمر اللي فات بس المؤتمر اللي فات ده حصل فيه حاجات كثيرة قوي إن كان من شفاءات بس أغلى حاجات حصلت بصراحة ما بينه وبينك تعرفين المؤتمر ده ما كانش خلاصي حد حدر المؤتمر اللي فات ده كم واحد يأيدني إنه مؤتمر ما كانش خلاصي كانش فيه أي بعد خلاصي كم الناس كم الاختبارات الناس اللي قبلت الرب الأول مرة في حياتها في المؤتمر اللي فات ده هو المعجزة بالنسبة لي لأنه لأن حضور رب لوحده ناس كثيرة مش حكي تفاصيل لأن فيها تفاصيل خاصة فيه ناس كثيرة ما كانش ده القصة كلها إن مشاوير كثيرة تحسنها صعبة جدا قعدت تزق فيها لسنين طويلة بتتحسم بسهولة لما بتسمح له يقطع مشوار جواك لو بقالك حاجات بسنين طويلة بتحاول تحسن مواقع أو تحسن ضعفات أو تحسن جبل أنت خايف منه ومش عارف تتعامل معاه اسمح له نقطع مشوار جوا قلبك اسمح له نقطع مشوار يكلمك فيه عنك اسمح له نتكلم وكتب وراه وقوله أنا طيع في إيديك اللي أنت عايز تعمله وعمله في حياتي أنا بتغير جواي أنا بسمح لك أنك تغير دخل صوابعك وتغير فيه أول ما بتسمح له بالنعمة أنه يدخل صوابعه ويقطع مشوار جواك المواجزة اللي برج بتتحسن بسهولة فأشجعكم جدا الزمن ده في حاجة ربع مال بيعملها في سكيب ناري ربع مال بيعمله بيغير وبيطلق كنستو الإكليسية بتاعته وأحب كلمة إكليسية لأنها كلمة بالنسبالي أقوى من كلمة كنيسة هي نفس المعنى كليسية يعني كنيسة للي ما يعرفش أو مش بيحضر معانا لكن كنيسة تعودنا كده وجوهنا صورة إنها الحيطان ومباني لكن كلمة إكليسية هي كلمة روحية هي الجماعة اللي في الروح الجماعة اللي في الروح مش كل اللي في المبنى إكليسية بس كل من يقف في الروح بيعبد بالروح وبالحق هو إكليسية وهذه الإكليسية لها سلطان غير عادي لأن كلمة إكليسية فيها كلمة حكم فيها كلمة تأثير حضرتك وحضرتك أقيم عند الرب عشان كدفع ثمن غالي على الصليب إن حياتك تبقى مداسة باللي بيحصل حواليك انت هيكل لله عشان تؤثر على كل حاجة حواليك وأول ما محتاج إنك ترى هذا المشهد وده اللي كنا يمكن متحركين فيه بتفاصيل كتير خلال المؤتمر مش موضوعنا دلوقتي نحن بنكمل قصة الإمتلاك بس مهم أول إنك تدرك أول ما بتقف قدام الرب وتعبد أنت في مكان ناري في الروح لا استخدع لتأثيرات محيطة فيك وما تدعو إنك تؤثر على كل حاجة حواليك ورب عايز تدخلك لهذا المكان في الروح في إنسانك الباطن مكان الصلابة مكان السيادة مكان سلطان للتأثير ما تبقاش مضغوط عليك لكن تبقى واقف حتى لما بيتضغط عليك في حاجة بتحصل من الصلابة جواك بتزداد الصلابة جواك صلابة معنى سلطان بمعنى تأثير بمعنى نعمة بمعنى حضور بمعنى محبة بمعنى استعلان مجدو فبيزداد هذا الحضور الإلهي اللي بيديك صلاحية امتلاكات الأزمنة اللي جاية طيب نفتح مع بعض حبة آيات كلكم عارفين إحنا الأسبوع اللي فات يوم الأربع حكينا عن أو بقالنا فترة بنحكي عن الامتلاك على حساب التركيبات اللي وضعها إبليس عشان تعيق امتلاكك ده زمن امتلاكات كل حاجة أنت طالبها من الرب رب بيقول لك أنا بديك هذا الامتلاك فاكرين أفاسوس واحد باركنا بكل بركة روحية في السمويات باركنا ده فعل ماضي تام باركنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع باركنا أنا ممكن أقوم قاعد كده على الستيج ودلد الرجلية كل واحد يطلع يمسك الميكروفون ويقوللي ما هي بركات اليسام اليسامImrent البحث يطلع يقول ثلاثة حد يطلع يقول أربعة حد يقول عشرة وété اللي يقول التلاثة بالمناسبة فقط كل التلاثة اللي قلتهم دولا قد باركك بيهم في السمويات إن الحمسة دولا قد بركك بيهم في السمويات باركنا بكل باركة روحية في في المسيح يسوع في السمويات ففي حاجة مدركة أو في حاجة يجب أنك تدركها أن كل طلبات كل حرية كل راحة كل امتلاك كل أمور رب أنت عايزها من الرب هي في المسيح يسوع في السماويات في الروح هي معطاة لك يمكن هي مش لسة على الأرض وهو ده السلم اللي بيحصل وانت بتعبد الرب هو ده السلم لكي يأتي بكل بركة روحية في السماويات هي مختومة باسمك هي معطالي أنك تطلع هذا السلم ده العبادة ده اللي في المسيح يسوع عشان كده هو الطريق هو الباب هو الحياة وانت بتعبد بتتسلق هذا السلم لجواز التعبير ده بالنعمة عشان كل بركة روحية في السماويات وانت متخلص عبادة بتلمس أرضك تقول لي طب ما حصلش أنا صليت وما حصلش وقال لك اطلع تاني وينزل لأنه في بعض حين أرضنا محتاجة مرة واثنين وثلاثة أرض مصر احتاجت عشر ضربات من أجل اطلاق الشعر بس هو بركك بكل بركة روحية كل امتلاكات بتحلم فيها جواك كل امتلاكات روحية بتحلم بيها براك بركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع في السماويات وبالتالي ما حنوقف مع بعض بعد دقايق ونمد إدينا للرب ونعلن امتلاكنا على حساب كل حاجة إبليس أخدها وتصورنا أن ملناش الحتة دي الحتة دي مليانة خوف الحتة دي مليانة رعب الحتة دي مليانة أفكار مشوشة الحتة دي مليانة تصورات سلبية وفضل الحال كما هو وقفين في وش فاكرين لما كان الشعب واقف قدام جوليات كان كل يوم السبحية المدت أربعين يوم يخرجوا يهتفوا يسبحوا الرب ويطلع جوليات وفضلوا وقفين قدام بعض وباقي يطلعوا يجروا كنيسة لفترات طويلة قعدت كده لفترات طويلة تسبح الرب تعبد الرب بس في حالة يبقى الوضع كما هو عليه فاكرين تعبير العالم ده يبقى الوضع كما هو عليه هو بيطلع ونحن بنطلع نقف في وش بعد نسبح الرب وهو فضل واقف ونروح بس بيأتي زمن قلبك بيتغير من قلب العبيد من قلب هو لن يكون خير من مكان إلى قلب الملوك اللي هو نصعد ونمتلك ده عقلية تفكير مختلفة ده عقلية امتلاك مختلفة ده عقلية الملوك اللي بيخشه لأنه ما ينفعش فيه كانعان يملك إلا ملوك البرية بيعيش فيها العبيد يعبد الرب كانعان بيعيش فيها الملوك عشان كده ما عرفش بتاخد بالك أو لا كانعان كانت مليانة ملوك أرض الموعد مليان ملوك عشان كده لما شعب الرب دخل أرض كانعان اتحول من شعب ماشي في البرية إلى مملكة دهود ما ينفعش تسبت نفسك في أرض الامتلاك إلا لو عقليتك تغيرت إلى عقلية الملوك لو حتستمر عقلية عبيد وتخش أرض كانعان حتتطرد في ثانية لأنه يسكن كانعان ملوك يا إما ملوك كانعانيين محتاجين تطردهم يا إما ملوك للرب بيعلنوا ملكوت الرب الفابريكة بتاعت الامتلاك هي فابريكة ملوك محتاجة تنور ده بقيت أراضي كثيرة للامتلاك رب قال كده اليشوع يعني فيه أراضي للامتلاك اوعى مع المشاوير مع الأيام مع أسبوع وراء مؤتمر وراء أسبوع وراء مؤتمر ترجع وانت بشواخد بالك لنفس العقلية القديمة يا يشوع بقيت أراضي كثيرة للامتلاك ويشوع اللي بيمتلك الأرض بعد سفر يشوع فيه سفر إيه فيه اتنين مسيحيين ثلاثة مسيحيين بعد سفر يشوع فيه سفر القضاء ليه فيه سفر القضاء ليه ده الشعب اللي لسه ما تنقلش لمرحلة ملوك بس دخل أرض الموعد فبينحدر ده حالة الشعب لما يخش أرض امتلاك ولسه ما جددش زهنه لعقلية الملوك إمتى تثبت الشعب في أرض الملوك لما بقوا مملكة يا رب تنور لو حنفضل بعقلية العبد اللي بيدور اللي لن يكون خير مما كان بنرجع تاني للبرية برغم الرب قد باركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع في السمويان لو فضلت تفكيرك بعقلية العبيد عقلية الخوف عقلية الأجرة عقلية المعرفة الخير والشر اللعنة والبركة الاحتياطي نعم ولا في ناس كده في جسبل في إنجيل كده يقول لك ربنا مش شرط أنا لن أنسى هذا اليوم اللي في مرة كنت في خدام كثيرين وفي شعب وكانوا بيسألوا الناس يعني الناس كانت بتسأل فحد سأل أحد الخدام قال له يعني لما أنا أصلي للشفا ربنا حيش فيه قال له مش شرط وأنا اتخبط أنا فاهمه وأصده إيه أنا عارفه وقلبه إيه ربنا يباركه ملء البركة بس القصة أنه لما تتقال بهذه الطريقة بولس قال آية عكس اللي هذا الخادم قاله أنا عارف قلبه أنا لا مش بدينه في هذا الكلام ولا بقى القصة كلها إيه إن بولس الرسول قال يسوع المسيح الذي كرز به بينكم لم يكن نعم ولا ما كانش مش شرط ما كانش احتياطي ما كانش في بعض إيهان نعم وفي بعض إيهان لا قال كده كان النعم والآمين لمجد الله بواسطنا لأن كل موعيد الله فهو فيها النعم والآمين كل موعيد الله كل موعيد الله هو النعم والآمين لمجد الله بواسطتنا وبالتالي يسوع مش شرط مش احتياطي عقلية العبد يقول لك احتمال أخذ احتمال ما أخدش عقلية الملك أقول أصعد وأمتلكها لأن أبوي ملك الملوك عقلية العبد بترجعني مرة تاني إلى أرض الدوران عقلية الملوك بتثبتني في أرض الامتلاك وأنا حريص أنك تدرك أن هذا الزمن زمن امتلاكات عشان كده بنتحرك في هذا الموسم بهذا البعد عشان كده بنصلي بالطريقة اللي بنصلي بيها في الزمن ده لأن في حاجة مختلفة فيه سكيب الرب عايز يسكبه في هذا الزمن من نيران من ودائع للامتلاك تسنيه سبعة واحد متأتى بك الرب إلهك للأرض التي أنت داخل إلهة لتمتلكها ما ينفعش تبقى حياتك الروحية بدون دخول إلى أراضي للامتلاك ما ينفعش يبقى فيه مواسم روحية أنت معديها يعني لو خدتك على جنبك وسألتك آخر مرة أدركت الامتلاك اللي أنت خدته كان امتى احنا شعب حبوب كله خير كله بركة عارفين بغكة كله بغكة التدين ما يقولك معلش أنت ما تركتش الملكوت يقولك أنت داخل الأرض لتمتلكها مش بس داخل الأرض تمتلكها الأرض دي فيها ملوك بتطردهم هو إداك الأرض يعني برغم أنك هتعمل المواجهة المواجهة محسومة لصالحك فما تتضيقش أن فيه ملوك في الأرض يا رب تنور الأرض أعطيت قالوا أنت داخل الأرض لكي تمتلكها دي بتاعتك الأرض اللي أنت حتمتلكها فيها ملوك بس أنا مدهالك طب مدهال يعني ما حربش لا خش دوس حصلت مقاومة دوس ليه فيه ضمان للنتيجة مش معنى أن أنا قلتلك أنها بتاعتك أن ما فيش مقاومة ومش معنى أن فيه مقاومة أن أنا مدهالك يا رب تنور مش معنى أن أنا قلتلك دي بتاعتك أني مش هتحصل مقاومة وما تتخدش لما تحصل مقاومة لأنه مش معنى أن فيه مقاومة أن أنا مش عايز أدهالك تحب التطبق على الشفاء مش معنى أنك صليت للشفاء وما حصلش أنه الشفاء مش ليك ومش معنى أن فيه مقاومة للشفاء أنه رب مش عايز يديك ومش معنى أنه وعدك بالشفاء أنه أنك ما توقفش وتأخد مفاتيح وتسمع من الرب وتكتب ورا الرب وتعمل شغل جواك كلمات مشوير دي بحبك يا رب ملاني مشوير دي قلبك المفتوح للرب هي نعمة 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 هي مشوير نعمة بس 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 تخش جوانا ويتغيرنا فبيزداد يسوع بيزداد المجد قالوا أنت داخل إلى أراضي لتمتلكها وتطرد شعوبا كثيرة من أمامك حفيين فاكرين الغلسين لهم الحفيين جرجاشين أمورين كنعانين فرزين حويين يابوسين سبع شعوب كلكم عارفين رقم سبع في كتاب مؤدس لأنكم حضراتكم سبع رقم حاجة كاملة كده يعني 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 سبع شعوب سبع شعوب ومش بس سبع شعوب دولة إيه أكتر وأعظم منك دفعهم من رب إلهك أمامك دربتهم فإنك تحرمهم تحرمهم لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم نعف خلي بالك على مستوى روحي بركنا بكل بركة روحية فالأرض اللي هو بتكلم عليها الامتلاك دي أعطيت لنا في المسيح يسوع بس في نفس الوقت في تركيبات مضادة للامتلاك هم دولة السبع دولة وزي ما حكينا الأسبوع اللي فات على تلاتة منهم وحكينا عن الرفائيين ده الواحد ده خانة الواحد ده دولة تركيبات مضادة للامتلاك بتبقى موجودة في أرض الامتلاك اللي سبوع اللي فات حكينا عن يا بوسيين فاكرين لو مش فاكر ارجع اسمع مشاركة الموارفات يا بوسيين دولة اللي بيقللوا كل حاجة فيك اللي بيقلل ايه اللي انت بتعمله ده يا عم أفكار بس خلي بالك حربنا مش مع لحم ودم أنا عارف المعظمين عارف الآية دي بس بينصف بعض حربك ليست مع لحم ودم بل مع اجنال شروحية في السماوية كتير أنا شاعر كده الآن مين قالنا ده انت مين مين يعني مين مقالش انه ممكن كده ارواح شر رامت سهم فاكرين سهم ابليس الملتهبة شكاة ترس الامان يطفئ سهم ابليس الملتهبة يوم رامي سهم من بعيد ارواح شرح حولي ارمي سهم من بعيد بس سهم يوم داخل في مشاعرك انا صغير انا غلبان ده انا يا حبيدة مش انت ده سهم مرمي مفيش ارواح شرح حولي اه السهم ما بيترميش ده مش سكينة ده سهم هل تفهم حاجة يعني ايه سهم يعني يعني من بعيد انت مشايف ارواح شرح حوليك مش شايف اشخاص بيقولولك كده اه بس ده سهم جاي من بعيد بيرمي جواك عشان كده في حاجة اسمها التورس الامان لازي يطف سهام ابليس الملتهبة حربنا ليست مع لحم ودم فدول اه اسماء شعوب حسين جرجشين بس ده ارواح او تركيبات في الروح بتؤثر على افكارك الحويين دول دي طريق التفكير حويين دول انا بس عيش انا بس عايزة تبارك فاكرين انا بس عايزة تبارك انا بس انا 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 اعبد ربنا بس مهم البغك مهم تبارك بس بيتنا يتبارك ده اخر دول الحويين دي طريق التفكير ما تخليكش تمتلك دي طريق التفكير هذه هي طريقة المسكنة اللي هو المهم بس نعيش بس هي الحياة بس وحكيت عن الحاسيين دولة من الكل دولة ده اول واحد في الطقم السبعة دولة دولة المليون رعب الخوف بقى خوف من بكرة خوف من كل حاجة خوف من افكارك وافكارك تتريم عليك خوف خوف مش منطقي خوف منطقي فيه ناس بتخاف من حاجات مش منطقية تعرفون فدولة بسوا ايه الهدف من ان انا هخلص الاربع التانين دولة النهاردة عشان مش هزين نطول فيهم ايه الهدف من القصة دي لا تصاهرهم هو قال كده لا ايه ما تتصحبش ما تتجوزهمش ما تتجوزش الافكار دي ما تتجوزش المشاعر دي يسوع دخل في الهيكل وطرد الباع من الهيكل ما لكمش مكان ايه هدف الاسبوع اللي انك دولة ملكمش مكان تقولي بس دولة دولة صحابي من زمان اقولك اه انت صحبتهم من زمان صحبت الافكار دي من زمان والافكار دي بتخليك ما تمتلكش ما تخشش ما تتبتش في الارض والافكار دي ملوك بتحتاج ملوك عشان يتردوا الملوك ويعملوا مملكة الرب جواك وفيك وكل ما المشوار ده بيزداد فيك ومملكة رب تسبت فيك مملكة الرب بتزهر حواليك رب عايز طلع ملوك من ارض مصر سمعتوني بقول الجمل دي كتير مصر بتولد عبيد ان يخرج الاية في مزمور 68 اللي هو يخرج شرفاء من ارض مصر دي معجزة ان يطلع ملوك من ارض مصر شرفاء من ارض مصر ده تدخلات الهية رب يعملها في نفسيتنا في عقليتنا لان عقلية مصر تطلع عبيد لما الشعب خرج من ارض مصر خرجوا عبيد بس لما الشعب دخلوا ارض كنعان دخلوا ملوك واحنا راحين هذا المشوار ده الزمن منفعش نفضل زي ما احنا ده الزمن زمن امتلاك ان رب صاعد بيك انت متى اتى بك رب الهك الارض التي انت داخل اله تمتلكها ترد شعوبا كثيرة من امامك حفيين جرجشين دول ماشي بيجرجشون بس السعيدة اللي هنا بدون دخول في تفاصيل يعني يعني مش عايز مش هوجع دماغك بالدراسات كتير عشان د احنا في اجتماع مش اجتماع دراسي قوي بس هيبقى الاسبوع ده زي الاسبوع الفاتش فيه سنة دراشي دراس دراشي عشان جرجشين كلمة الجرجشين اقرب كلمة لحاجة اسمها الارضيين يعني الارضيين اللي هم المعنى بتاع هذا لما تدرس بقى هذا الشعب وتعمل الدوشة بتاع دماغي لانا عاد تدرسها عشان هم ايه هم المشغولين بامور الارض العيان مؤثر فيهم جامد الواقع مليهم فهم دي روح الجرجشين دي مملكة الجرجشين دي طريقة تفكير الجرجشين ان العيان ضخم خابط فوشهم اوي اكتر من السماء ما تكون خبطة فوشهم بصين كده اكتر ما هم بصين كده فاللي حاصل في الارض خابط في هم اكتر من السماء بتقول ايه فضل المصالي ده 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 ملك ده عقلية تركيبة مضادة للامتلاك دي مش ايه وعزة دولة الجرجشين كلمة الجرجشين دولة الارضيين مش عايزة ادخلك في معنى كلمة الحرفي المعنى كلمة الحرفي بيحمل بعض الذين يسكرون في في الارض وفيه بعض الارضيين كده هي القصة كلها على بعضها كده حرارك ايات من العهد القديم حرارك ايات من عهد الجديد عشان نبص على الجرجشين بالعكس حوصل لك من العهد الجديد اكتر عشان نقول لك ان روح الجرجشين دي روح مكملة في العهد الجديد القصة كلها ان لما العيان يخبط فيك تعال قصة كلكم عارفينها الاول متى 16 متى 16 شاهد مشهور فاكرينو ايه اللي حصل في متى 16 كان صمت نظيم في في اشهر شاهد كلكم عارفينه لما يسوع قال لتلاميذ مين انا ده شاهد مفروض كونوا حافظينه يعني متى 16 ده انا بالنسبالي متى 16 اول حاجة افكر فيها لو لو واعز قال متى 16 اول حاجة افكر فيها انت والمسيح ابن الله الحقيق طوالي بالنسبالي فليكن ده بالنسبالك بردو ده 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 ما انت تقولون اني انا امنط يسوع امنط بوتروس قال له انت والمسيح ابن الله قال له تباك يا سمعان ابنيونة لحم ودم لم يعنى لك هذا بل ابي الذي في السمعان فاكريني قصة دي وعطيك مفاتيح ترى لانت انتي كل كلام ده عدد 21 من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى ارشليم ويتألم كثيرا من شي اخر واسألك انا كلكم عارفين القصة دي برضو فاخذه بوتروس اليه وابتدأ ينتهره حشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت الرب يسوع وقال لبوتروس لسه من دقايق تباك يا بوتروس اذهب عني مين ايه رأيكم يسوع شخص الجمل اللي قالها بوتروس وشخص مصدرها ومسبناش حيرانين اذهب عني يسوع انت معثرة لي لي لانك لا تحتم بما لله لكن بما للناس ببساطة دي عقلية الجرجاشيين بس اجيبها لك من العهد الجديد ده ده منطق الجرجاشيين والجرجاشيين دولة ارواح بس لو انت فاتح مجال ليها من خلال تأملك في الارضيات من خلال التحليل المنطقي للارض من خلال الارض خطة في وشك العيان خابت في وشك اكتر ما مالي وشك السماء والسماء بتقول ايه قالوا اذهب عني يا الشيطان بصوا معنى كده ان الجملة اللي قالها بوتروس السورس اللي وراها ابليز طب ازاي السورس اللي ورا الجملة دي خلي بالك ان يسوع مش مش بيشتمه يسوع مش بيقول جملة لا يعنيها لما قالوا اذهب عني يا الشيطان ما كانش بيقوله يا وحش ابتسمولي طيب يعني ما كانش بيقوله اخس عليك ما كانش بيوبخه لانه ووبخهم قبل كده عديم الامان فاكرين لما بوتو استاذي يغرأ قالوا لماذا شككت مالوش يا شيطان في الوقت ده لما كان بيغرأ قالوا ماذا شككت يا عديم الامان يا قليل الامان تمام فاليسوع لما هنا قال يا شيطان هو بيقول مصدر الجملة اللي انت قلتها يا بوتروس مش انت مصدر الجملة اللي وراها شيطان ليه انت فتحت ليه المجال ليه لانك اهتميت بالعيان اهتميت بالارضيات العيان خبط في وشك عقلية تفكير الجرجاشيين بتمنعك لان الجرجاشيين دولا ملوك في ارض الامتلاك دي تركيبة مضادة للامتلاك والشكم يجنن فببساطة لو اللي خابت في وشي الارض طول الوقت لو اللي خابت في وشي اللي حاصل يا ما كتير قاعد مع حد وبتكلم مع حد هو 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 وشه كسوان بس مش سوان ايمان وشه كسوان من الواقع ومش شايف وما بيردش وما بيتكلمش ومش قادر يستقبل اي حاجة تاني لانه الجرجاشيين ملوا المشهد ده لا لوم عليه بس القصة انا بشركك عشان تعرف طريقة التفكير دي بتفتح المجال لعدو الخير انه يجهد القصد الالهي للامتلاك في حياتك اقول لك اهية تاني من العهد الجديد تخد تقولي يعني اللي فات دي ما تخدش اقولك تخد زيادة فيليبي ثلاثة انا ليه بختار الايات دي في قصص كتيرة في قصص في العهد القديم بس مركبة او حد اشرح لك حتات كتيرة وعدت فكر ان الوقت ممكن يطول مننا فبختار ايات صغيرة من العهد الجديد عشان اوريك طريقة التفكير العقلية الابليس بيخش من خلالها وهنا قال له بس لانك انت اهتميت بالواقع اهتميت بشكل الناس وبرأي الارض الابليس عارف يخش ويقول جملة فانا بقول لك يا شيطان مش بيوبخه ده بينتهره فليبي ثلاثة تقولي معقولة ابن ربنا يقول جملة من ربنا والجملة اللي وراها من الشيطان قاله وفتح دماغه وفتح مشاعره للجرجشين وامثالهم عشان كده لا تصهرهم عشان ككتاب مؤدس بصوا جاء زمن انك انك الكلمة تبقى ادراك ما ينفعش اسيب افكار طبيعية ارضية فيها مخاوف فيها حاجات مش نازلة من فوق في حياتي بتفتح المجال الابليس فاكرين كل حكمة ارضية فاكرين كل حكمة ارضية دي حكمة ارضية كل حكمة ارضية بتطلع ايه حكمة ارضية نفسانية من المحفوظات في هذه الخدمة كل حكمة ارضية لانها منطقية لانها مليانة من منطق فبتملل نفس حكمة ارضية نفسانية شيطانية بوسوا فيليبي ثلاثة دولا بقى مش بقى مش بوتروس عدد 18 كثيرين يسيرون ممن كنتوا اذكرهم لكم مرارا دولا كانوا خدام لدرجة النبولس كان بذكرهم لكنيسة فيليبي كتير قبل كده كثيرون يسيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا والان اذكرهم ايضا باكيا هم اعداء صليب المسيح نهايتهم الهلاك الههم بطنهم خلي بقى لك الههم بطنهم مش معناها انه بيكلوا كتير هتشوف حالا الههم بطنهم عشان بس في بعض الناس الناس اللي بتبقى مليانة شوية الاية دي بتدايقهم الاذين نهايتهم الهلاك يعني مش معنا كده كل حد مليان نهايته الهلاك بس عشان بس الاذين نهايتهم الهلاك الههم بطنهم مجدهم في خزيهم بقى يقولك بقى الكي الاذين ايه انتوا ام مش شايفين الايات ليه مش شايفين الايات انا عارف انا شايفك بتتكلمي ومش سامع ولا حك حط السماعة بتاعت سوك الاذين يفتكرون في الارضيات القصة كلها الاذين يفتكرون في الارضيات الجملة دي تلخص الجرجاشيين والجرجاشيين لو انت سبتهم في دماغك دولة ملوك دولة انت داخل الارض التي انت تبتلكها هتطرد منها شعوب اكبر واعظم منك بس خلي بالك ربنا اعطاك هذه الارض اوعى تصاهرهم اوعى تتصاحب معهم اوعى تتساوم مع طريقة التفكير بتاعتهم لانك لو سبتهم زي ما حصل في العهد القديم هتعبد اصنامهم اخواتنا دولة كانوا خدام كان بولس بيذكرهم لكنيسة فليبي مرارا النهاردة لما بيتذكرهم بيبكي ليه لانهم بسبب انهم سابوا جرجاشيين جواهم في الهيكل بتاحهم سابوا طريقة تفكير ارضية الذين يفتكرون في الارضيات التالي لما بتفكر في الارضاء ده بيخش عشان كده يقولك في بطنهم القصة كلها ايه اللي بيملى احشائك ايه اللي بيملى نفسيتك ايه اللي بيملى طبيعتك ما ده ايه اللذين تجري من بطنه ايه القصة مش بتونهم هنا انهم مكراشين ومش مكراشين القصة ان ايه اللي مالي احشائهم ارضيات ام روحيات ايه اللي خابت في وشك هو خابت في بطنك هو مالي بطنك لو ارضيات بطنك مليانة ارضيات حتى لو ابن للرب بعد شوية الجرجاشيين بيكلوا فيك لكن لو انت القصة كلها زي ان تسعى الجرجاشيين من فضلك وقف طريقة التفكير اللي مهتمة بالارضيات وارفع عينك ايه بتقولي ام لزي الواقع عندي صعب جدا الواقع في البيت صعب جدا بروح اكتئاب اللي في البيت خابت فيا لا تقوليش ما بصش اقولك اه بس انا مش بقلل من اللي انت بتشوفه كل يوم بس انا اريد اقولك تيجي نزود اللي الرب عايز يورهولك شوية تيجي نزود بدل ما تسمع فكين حكمة ارضية تيجي حكمة نازلة من فوق صوت نازل من فوق عارف انه احد الحاجات انا مش عايز اقل اللي انا كنت عايز اقوله في قصة الجرجاشيين دي تعالوا نفتح يا عقوب الآية بتاعت حكمة ارضية دي يعقوب يعقوب ثلاثة ليست هذه الحكمة نازلة من فوق يعقوب ثلاثة خمستاشر بل هي ارضية نفسانية شيطانية اذا علاج الحكمة او طريقة التفكير الارضية النفسانية الشيطانية ان الحكمة تبقى ايه نازلة من فوق عمليا يعني يعني زي ما انت عمال بتشوف الواقع اللي في البيت او الاحباط او الاكتئاب او العيان انا عايزك على الاقل بنفس المقدار تشوف الحاجات اللي نازلة من فوق على حياتك عايزك تملع عينيك وحاجة تص في وشك كده من فوق بدل ما انت عمالتو تص في وشك حاجات في الارض عارفين انتو تص دي حاجة تخبط في وشك امور نازلة من فوق محتاج انك تتملي بامور نازلة من فوق لان ده علاج الجرجشيين علاج الارضيات السمويات علاج طريقة التفكير الواقعية اللي انت كلنا بنخبط فيها كلنا عايشين في الحياة كلنا بنروح بربي ولدنا كلنا في مدارس وكلنا في مواجهات وكلنا في تحديات وكلنا في امور مادية وكلنا في امور كل الامور فكلنا بنبص للعيان بس في نفس الوقت ايه اخبار اللي نازل من فوق عشان كده اخطر حاجة في الحياة المسيحية انك تعتمد على حد تاني يجب لك امور من فوق اخطر حاجة في الحياة المسيحية حصلت في يوم الايام فاكرين الخناقة بتاعتي بتاعة العلمانين فاكرين كلمة العلمانين دي قلتلك اوعى تسمح ان حد يقول لك انت علماني انت شعب واحنا اللاهوتيين وانتو العلمانيين اوعى تسمح لو سبت الجرجشيين في دماغك ستعبد عجل كده بكل سهولة لو مش بتستقبل صوت من رب شخصي بتقطع رحلة شخصية داخلية ما بينك وما بين الرب والرب يتكلف في قلبك ويطمنك ويتزوت ويقول لي طب اطمني بس انا بارجع عقلك حلو قوي ارجع تاني المصدر اللي ريحك وتنقع لان في بعض البقعة بقالها سنين طويلة زمان زمان كنا بنسيب الهدوم طول الليل منقوعة طبعا بعضوكم ما يعرفش عن حاجة ما الكلام لها زمان 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 لما كانت البقعة تبقى وحشة كنا بننقعها طول الليل عشان الصبحية لما تخسلها تبقى بتروح بسهولة فبعض البقعة اللي جوانا بقالها سنين طويلة الجرجاشين كالو فينا لفترات طويلة فبتحتاج انك تتنقع زيادة قدام الصوت وما انفعش تعتمد على اخر ممكن اخر يساعدك لكن ما انفعش تعتمد عليه مية في المية انتو كويسين مهم جدا مهم جدا كنت حقش بلاش انا قد تش着 امور نزلة من الفوق لم نأخذ الروح الذي من العالم بل بل الروح الذي من النه لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله ده يكلم كنية في كرنسوس ده اصهاح التاني في كرنسوس الاولى قال يليم انتو ماخدتوش руح العالم ماخدتوش روح الجرجاشيين انتو خدأ الروح الذي من الله لتعرفوا الاشياء الموهوبة لكم من الله ده بيكلم كورونسوس في كريس كورونسوس كحالتها ايه؟ في الأرض جرجشيين للصبح كانوا بيأخذوا بعض المحاكم كانوا بتخانقوا في مائدة الرب كانوا قصة كانوا خصومات كانوا بمنافسات أنا البوليس وأنا الأبوليس مين بيوعز أحسن بشألهم قالوا أنتم مهتمين بما للأرض فمبتدي معاهم في الصرح واحد وصرح اثنين صرحات روحية جدا قالوا أنتم لم تأخذوا روح العالم لأن روح العالم هو روح الجرجشيين هو روح الذي يفتح طريقة التفكير الأرضية الذين يفتكرون في الأرضيات تهتم بما للناس اذهب عني يا شيطان ما الذي أريد أن أقولك لا تصحب هذه الأفكار اتردها من الهيكل كما يسوع أخذ الصوت وطرد البقاء من الهيكل قالوا هذا الهيكل بتاعي وليس بتاعكم أنت الهيكل بتاعه وليس بتاعك فمن فضلك طريقة التفكير دي مش طريقة ملوك طريقة الملوك هو كل أمور نزلة من فوق من ملك الملوك على حياتك أنت إعلقتك مع السماء أن السماء تخبط في وشك وتديك صورة مختلفة عن الحاصل في الأرض ده بيحصل إمتى هو أنت بتاعبد بيحصل إمتى هو بيكلمك لما بيكلمك بيسكب جواك حاجات نزلة من فوق أول ناس الجرجشيين سأذهب للأمورين أحد الشعوب اللي أنا حمشي بسرعة الأمورين الأمورين دولا مش أمورين ولا حاجة زي الجرجشين مش بيجرجشوا الأمورين دولا مش أمامير الأمورين دولا يسكنون الجبال الأمورين دولا كان دايما بيسكنون الجبال حتى كلمة الأموري يعني يسكن الجبال بس الأمورين بيسكنوا الجبال الكلمة اللي تعني كده الكلمة تعني ايه تعني حد بيتكلم بكبرية بمعنى ايه بمعنى أنه حد بيتكلم بس بتسلط بكبرية أكثر شعب كان بيطلع منه ملوك في أرض الموعد كان الأموريين يعني لو قعدت تعد كان واحد في العهد القديم ملك أموري وكان واحد ملك كانعاني تجد ملوك الأموريين أكثر شعب بيطلع ملوك من الكنعانيين يعني لا تسمعش كثير عن ملوك جرجاشيين لكن تسمع عن ملوك أموريين طول الوقت أنتوا هنا تعليق صغير عشان أقول لك الأموريين دولة كبرية لكن الصوت بيطلق كبرية تهديد تسلط عشان يتحكم إيه أوضح مثال في كتاب مؤدس بدون دخوله في تفاصيله إيزابل إيزابل قصتها مش قصة نجاسة إيزابل قصتها هو روح بيطلق تحكم تسلط ما فيش حاجة اسمها تسلط في الملكوت ولما ما فيش حاجة اسمها تسلط في الملكوت ما فيش حاجة اسمها تسلط في البيت وما فيش حاجة اسمها كارت إرهاب أنا مش عارف بقول كده لي أو أنا عارف أنا بقول إيه بس ما فيش حاجة اسمها لما يسوع جاي السود قدم نفسه لما يسوع جاي حب عرسته مات من أجلها أنا ياسف الراجل مش محتاج يتسلط في البيت ولو عايز تبقى راجل البيت أسجد من أجل بيتك الست مش محتاجة تهدد وتتلاعب بروح إيزابل عشان يبقى ليها كلمة في البيت مش محتاجة تعمل ريأكشن للفرعنة بتاعة الراجل إنها تتسلط بس ده إيه كل ده كل ده أموريين وكل ده ملوك إيزابل كانت بتسلط بالطريقة دي في صور تانية للتسلط إنه الصوت العالي تعرفوا حد بيبرق كل ده أموريين كل ده طريق التفكير أنا عايز كلامي يمشي فعشان كلامي يمشي وأنا مختلفة أنا نصح كلامي عشان كلامي يمشي هعمل أي حاجة علشان كلامي يحصل فلو أنا أصلاً مش في مكان سلطان لو أنا في مكان سلطان بفيش مشكلة أم طلع جناحاتي كده وبخخهم لو أنا مش في مكان سلطان حاول عديها بس بي إيزابل كانت كده وده اللي بيفتح روح إيزابل على الرجالة والستات أنا شركت قبل كده نروح إيزابل مش روح واحدة ست روح إيزابل هو روح شرير على الرجالة والستات أنا قابلت رجالة إيزابل كتير قوي القصة كلها إيه إنه من خلال يسموها العالم دحلبة تعرفوا الدحلبة كلام مش وعظي خالص ما تقلش من على أي منبر ولو أنت بتوعظ من فضلك إوعى تقول كلمات زي كده في الميكروفون قدام الناس وقدام الكاميرات فوسائل الترهيب وسائل التسلط هو للأموريين أنا حرارك آيات حالا حرارك آيات متنوعة إيزابل بتسود وبتتسلط القصة كلها إيحان إيزابل حول التتسلط من خلال إنها تباني إنها جميلة طب ده تسلط ده لا هي القصة إنها بتعمل كده عشان تتحكم في اللي قدامها أنا مش بقول لواحدة أي واحدة هنا إيحان تحاول تكوني جميلة بس إيه الهدف إني أتحكم لو الهدف إني أتحكم لطريقة تفكير الأموريين ودولة أكتر ملوك لو الهدف إني أخد طريقي في الأجواء بتهديد أو بتلاعب أو أنا قلت إيه ده حلبة كل ده أموريين أنا تقول لي أنت الوعزة ده ما هي تقيل أقول لك لا مش ده ما هي تقيل أنا بقول لك إيه أنا بقول لك أطرد طريقة التفكير دي دي تركيبة مضادة لامتلاكك دول الأمورين دعني أرى لك أي مكتب معتد علي أعمال أربعة أعمال أربعة بصوا عملوا حاجة في أعمال أربعة أنا بختار آيات من العهد الجديدة علشان إيه ما خوشش في قصص طويلة قعد أشرح لك فيها من العهد الأديم أعمال أربعة بعد ما بطرس ويوحنى شافوا الرجل المفلوك فاكري عدد ستاشر قعدوا المجمع قالوا إيه ماذا نفعل بهزين الرجلين دولا بتناقشوا ما بينهم خرجوهم بتناقشوا ما بعض لأنه ظاهر لجميع سكان أرشاليم إن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر لكن لألا تشيح أكثر في الشعب لألا تشيح هذه المعجزة في الشعب نعمل إيه لنهددهما تهديدا ألا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الإسم ده إيه ده 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 الأمورين تهديد فهو مش عارف يعمل حاجة في اللي حصل بس يقوم أعمل تهديد علشان لو أنت سمحت الأفكارك أنها تستقبل التهديد ده وتقوم متراجع لورا الأمورين بيأخذوا الحتة اللي انت خدتها هم أخذوا قطعة أرض هم أخذوا امتلاك بقصة الرجل المفلوج على باب بيت الجميل هم الكنيسة حصل فيها امتداد وآمن ألوف ده قصة فيها تقدم الكنيسة بوترس يوحنا وكل الناس بقى تعرفت حصل تهديد إيه القصة لو هم استقبلوا التهديد ده جواهم آه إحنا تهددنا طب ما نلم نفسينا بقى شوية الامتداد اللي حصل بيرجع لورا ليه دولا ملوك في الأرض يا إما ما تصهرهمش ما تصحبهمش ما تدخلهمش في طريق تفكيرك وما تسميهاش حكمة تعرفوا واحد كلما الناس بتتدايق من حاجة بيزود دي مش حكمة دي مش حكمة أرضية المفروض أنك لما يحصل مقاومة تهدي نو في الملكوت لما تحصل مقاومة تدوس أحد فهم حاجة لما يبقى فيه تركيبة مضادة للامتلاك تدوس لأن ده وقت امتلاك لو ما فيش تركيبة مضادة يبقى أنت بتتفسح على البحر لو فيه تركيبة مضادة يبقى أنت داخل الأرض يبقى ركز كل التركيز كما لم تركز من قبل لأن ده وقت امتلاك ده وقت امتلاك فلو حاصل مقاومة هذا الزمان على حياتك ركز كما لم تركز من قبل ده امتلاك عشان كده ده زمن تنقضات فاكرين زمن فيه واحد مجنون كده كان وكان زمن تنقضات فيه مجد عظيم بس فيه مقاومة بس مقاومة ده مربوطة بالمجد فيه حاجة في الأرض وفيه حاجة في السماويات والاتنين مربوطين ببعض لكل ما المقاومة بتزددي تركيبة مضادة للامتلاك فدوس دوس زيادة بكل ما عندك لأنه لو سمعوا لو سمعوا للتهديد كلكم عارفين باقي القصة في أعمالها أربعة عمل ويه فاكرين راحوا عمل اجتماع صلاة يا رب زود العمل لنا مشاكل ده زود منه يا رب زود وزيد يا رب ام ايه فامتلأ الجميع من روح القدس تزعز على المكان وكان بنفس واحدة بوقايات وعجائب قوة عظيمة كان الرسل يؤديونا الشهادة بقيامة لأرض اللي احنا خدناها مش حنديها للأمورين للأمورين رجعوا الوراء فيه قصة متكررة ثلاث مرات في العهد القديم مش هفتحها مشهورة اشياء يا ستة وثلاثين سبعة وثلاثين قصة مشهورة جدا متكررة ثلاث مرات تصور لما نفس القصة تتكرر ثلاث مرات فيها فاكرين رب شاقي فاكرين رب شاقي رب شاقي بعد كلام تهديد للملك ببساطة كلام تهديد للملك انه بص حبيبي اللي انتم ممتكنين على الهي ده ولا حاجة انتم ولا حاجة هنخش ندوسكم ملك أشور بيقول لكم انتم هتتداسوا ده ايه تهديد فوقفوا حسقيا اخذ الرسائل اللي بعتها ملك أشور ونشرها قدام الملك ليه ما فيش حل ما فيش حل الاجنة فاكرين الاجنة قدمت المولد لقوة الولادة اخذ الرسائل دي ونشر ده ايه ده الامورين الامورين يجيوا وبعتوا لك الرسائل دي فيها ايه فيها تسلط تهديد انا حمتلك الحتة دي بحتي دي بتاعتي ما عندكش حلتان ده بشقي احد الامثال بتاعتها شاهد كمان من الامورين او احرى ايه واحدة بس سفر العدد صح واحد وعشرين سفر العدد واحد وعشرين ارى لك ايه ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الامورين ده مجرد كان حي عدي ده ملك من ملوك الامورين اذكرك الامورين بيطلعهم ملوك طول الوقت التهديد والترهيب والتسلط ده طول الوقت مهم جدا مهم جدا مهم جدا ان فيه ادراك معين حكي عليه في اخر الاجتماع هويتك دعوتك تكليفك امتلاكك وراء الرب ما تسمحش لاي شيء ما تسمحش لنفسك انك تحاول تتسلط على الاخرين ان كان بكده او بالسلط اعرف يسوع بقى سيد من خلال الصليب يسوع بقى السيد من خلال الذبيحة هل تفهم هل تفهم هل تفهم هل تفهم فكل ما تتملي بالتواضع كل ما تنتصر على الامورين تقولي الامورين هل تتكبروا يقولك حلو ازجد قدام ملك الملوك رب الأرباب واعرف هويتك لما جوم عند عايزين يعدوا ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الامورين قال إلا ندعني امر في أرضك لا نميل الى حقل ولا الى كرم ولا نشرب ماء في بئر في طريق الملك نمش نتجاوز تخومك لم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه فحصلت حرب فضربه اسرائيل بحد السيف وملك أرضه مهم جدا 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 ما تسمحش لتسيب لأن الامورين عمرهم هل تخلوك تعدي امورين يحبوا وتسلطوا بتخويف بتهديد بالمناسبة ستجد لما حبيتش أفتاحها اليوم ستجد بعض الاثنين يعملون مع بعض يابوسيين يعملون مع الأموريين يهدد ويقوم مقلل منك يعملون مع بعض تجد كثير أن ملك أموري وملك يابوسي يعملون مع بعض يقول الحثين والفرزين سنحكي عليها بعد قليل الحثين وفرزين تحالفات فتحصل تحالفات في بعض الأحيان ما تبقاش كل واحد جاي لو وكده وتتصور ده أنت دي طبيعتك دي مش طبيعتك دي حاجة مرمية سهم مبرية عشان كده أنا بضحف الاجتماع اللي فات واجتماع النهار ده وببساطة أطرد أي حاجة بتقف ضد الامتلاك لو نسيت بقى تقول لحسين وفرزين يعم مطلع من نفوخي هذه جملة أطرد أي تركيبة مضادة في أفكارك في نفسيتك في مشاعرك أو في أجوائك مضادة لامتلاكك أراضي جديدة روحية جواك أطردها من طريق تفكيرك ما تسمح الحاجات خارجة منك بتلاعب زي ما حنشوفه بعد شوية بأعمال جسد نتكلم نتكلم عن كين عنين كين عنين يعني أمور جسدية كل أمور جسدية تحت ملك اسمه ملك الكنعانين كل أعمال الجسد كين عنين صباح الخير كل أعمال الجسد كين عنين أيا كنا نقرر في المؤتمر أأخذ أعضاء جسد المسيح وأجعلها أعضاء زانية لو إحنا هيكل للرب إذن جسدي ملك للرب إذن أعضائي أعضاء الرب أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ايه تخض ايه جميلة في كتاب مؤدس دليل ان بورس رسول يقولك ان جسدك ده هيكل لرب مش كلام شاعري لسه حد بعثلي قال لي نونونو عندنا في كلية اللهوت قالوا ده معنى ده مقصودوش بجد قلتلي سلملي على كلية اللهوت يعني ان انتو هيكل الله ده معنى قلتلي سلملي على كلية اللهوت يبقى كده انت لغيت الاصح تماما بتاع اعضاء المسيح ااخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية ده مش معنى ده بيقولك انتم جسد المسيح قد اشتريتم بثمن انتم لستم ملكا لانفسكم ااخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية ده مش تأمل ده مش وعزة ده فعلا جسد المسيح هيكل لرب انتم هيكل الله فا ما ينفعش عناية ما تسبش كنعانيين في الهيكل عندما تسيب شيء في عينيك، عندما تسيب شيء في خيالك، عندما تسيب شيء في جسدك، تبع أعمال الجسد، أنت تسيب كنعانيين في الهيكل بتعرب. أنت تضع تركيبة مقاومة للإمتلاك داخلك. لا تصهرهم، لا تدهمش مجال داخلك. تقول لي، لماذا تسيب كنعانيين ذلك؟ لماذا أنت متهدي كنعانيين؟ لماذا تسيب كنعانيين؟ الكنعانيين، ببساطة، في تكوين عشرة، كنعانيين، ممكن أن نظر أن كنعان هذا ابنه، هو الفضح، نوح، حسناً، لا نريد أن نذهب في هذه المنزلة، تكوين عشرة، ببساطة، كنعانيين عنهم لعنة، بسبب أمور جسدية من أول قصتهم، ببساطة، عندما تظهر على القصة، ونظر كنعانيين، وكنعان، وابنه، هذا يعني، حسناً، في تكوين عشرة، فين تخوم الكنعانيين، ولكن لديكم معنى صغيرة، في عدد 19، في تكوين عشرة، كانت تخوم الكنعانيين، الكنعاني، من صيدون، صيدون دي مشهورة أنها كانت تعبد إليها، إليها البحر وإليها، حينما تجيء نحو الجرار إلى غزة، حينما تجيء نحو سدوم وعمورة، وأدبة، وصوب وبيم إلى لاشة، فالكنعانيين أسدت، سدوم وعمورة، ماشي، سدوم وعمورة، وصيدون، هؤلاء ثلاث مواقع مشهورة جداً لأعمال الجسد، فببساطة، لكن عانيين هي، ببساطة كده، بدون دخول في تفصيل كثيرة، هي الملوك اللي بيطلقوا أعمال الجسد فيك، تعالوا تكوين 13، خروج 32، ما هو خروج 32؟ ما هو خروج 32؟ ما هو اللي حصل فيه؟ قالوا الناس اللي قاعدوا تحت الجبل، عملوا إيه؟ عملوا عجل، انظروا، عندما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون، قالوا له قم إصعد لنا، إصنع لنا آلهة تسير أمامنا، أعمال الجسد عندما تزهق من الحضور الإلهي، تقوم قلبه، الكنعانين يزهقوك، أو لما أنت ما تبقاش فوق الجبل، الكنعانين يطلعوا، يقول لك يا عمي، تعال إين؟ تعال، ويقوم واخدك، هذا اللي في بعض الأحيان، ما أعرفش، أكيد مش أنتم طبعا، أحد يقول، إزاي أنا أكون بحضر الاجتماع، وبعد الاجتماع، أعمل كده، إزاي أكون حضر مؤتمر، وقع هذا اللي وقع بعد المؤتمر، كيف يكون في ملء الروح، وواصحاً من أنه أجد نفسي بارد جداً، ما سيحدث؟ ما سيحدث؟ إنه يبقى فوق الجبل هناك شيء، ولو أنت لا ترى ما حصل فوق الجبل، ولو أنت لا تثبت عينيك فوق الجبل، ما سيحدث؟ تحت الجبل اللي كان عنيني، يقول لك، تعال، نعمل لنا آلهة، لا تتحدث عن الأعمال الجسد، أتحدث عن الطمع، تعرفوا شيء اسمها الطمع؟ عن علاقتي مع المؤمنين، عندما تتحدث عن الطمع، لا يحد يقول لي أني فعلا عندي طمع، لكن تعرفون أن المؤمنين مليانين طمع، تقول لي، أعرف كيف يوجد طمع؟ أقول لك، عندما ترى شيء، تقول لي، أنا أريد هذا، تقول لي، كلنا نرى شيء، أقول لي، لا، لا، ليس قصة أنك أريد هذه، أنك محتاجها، أنا أريد هذه، لكي أخوك معها هذه الأشياء، طالما أخي معها هذه الأشياء، أنا لم أرى؟ طبعا، لا أحد منكم هذا، لكن أنا أحتياطي، طالما أخي عمل دق، لماذا أنا لا أريد هذا؟ أنا أريد دق، أنا أيضا، هذا اسمه طمع، أقول لك، آية من العهد الجديد، أنا دم متقيلة، أوه النهاردة، أقول لك، آية من العهد الجديد، من العهد الجديد، صدقني دي من العهد الجديد، أقول لك، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، هذا عهد جديد، عبادة الأوثان في العهد القديم، نا 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 نا، في العهد الجديد، الطمع، ومتقلة مرتين، ارجع وراي ويدرس وراي، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، في العهد الجديد، في عبادة أوثان في وسط الكنيسة، ياه ده فيه أوثان للصبح جوا الكنيسة تقولي ازاي اقولك اه ما نقصان عايزة الدقن دي ليه عشان هو عامل ده انا مش عامل ده ده ايه ده طمع والطمع هو عبادة الأوثان بس للأسف احنا ما بنشوفوش انه حاجة كبيرة قوي الطمع اعمال جسد زي الزنا بالزبط انا دمي خفيف جدا النهاردة عليكم الطمع هو بالزبط زي الزنا اي نعم هو حاجة خارجة بس هو اعمال جسد الطمع هو كنعانيين هو ملوك كنعانيين بيملو قلبك ببرودة فقاموا للأكل والشرب واللعب وعملوا اخدوا الاقراط بتاعتهم اه لانه مليانين بالاقراط والدهب عملوا العجل وقاموا وقاموا للرقص واللعب ده ايه دولا الكنعانيين تحت ما هو سير imaginه ما هو القداسة تضيك سلطان للأمتلاك ما هو قداسة قلبك وقداسة عنيك وما اللعبات من النجاسى قداسة عنيك من الطمع قداسة عنيك من كل شيء تضيك سلطان للأمتلاك ما تتصور فمن فضلك ما تصهره لا تضع دماغك للطمع لا تضع دماغك لأعمال الجسد من فضلك، فقط لكي لا أقلب أعاد كثيرة لأنكم أصلاً لم ترونها أول شيء آخر على أعمال الجسد لكي أكملت دمي أو الكلام مرء الستة تسمعوا هيرودس؟ هل تقول لي هيرودس هيرودية؟ أنا أعرف هيرودس هيرودية ولكن لا أريد أن أركز عليه مرء الستة مرء الستة تعرف كيف يوجد حبة كنعانين في دماغك؟ مرء الستة عدد عشرين هيرودس مرء الستة عشرين هيرودس كان يهاب يوحنة هيرودس كان بيهاب هذا الخادم الذي اسمه يوحنة عالماً أنه رجل بار وقديس كان يحفظه يحفظه لا يوجد وعظة من وعظات يوحنة لم يكن موجودة على تليفون هيرودس كل وعظات يوحنة كان يحفظه طبعاً ممكن تقولها كان يحفظه يعني كان يهتم بيها لكن أنا أتحك معك يعني كان يحب يوحنة كان يحب يوحنة كان يحفظ وعظاته لو جز التعبير لدرجة تقول لك اسمع إذا سمعه لما كان يسمعه على تليفون فعل كذلك فعل كثيراً كان يسمعه كثير جداً ما كانش فيه مرة بفوتها وسمعه بسرور كان بيقى فرحان جداً يا شايف التأمل ده شايف يوحنة قال الجملة دي إذا كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولوده عشاء العظماء وقواد الألوف ووجوه الجليل دخلت ابنة هيرودية رقصت فأيه؟ فصرت هيرودس أخونا هيرودس بينبسط جداً لما يسمع يوحنة وبينبسط جداً لما يتفرج على بنت هيرودية كنعانين أول ما تنبسط جداً في الاجتماعات وتنبسط جداً وأنت في أعمال جسد أطردت كنعانين أعرض كده في تلاقي تنبسط جداً في التسبيح تنبسط تسرح كده ساعتين في الموبايل اللي جابوا حد فلان يا سلام الموبايل هذا أول ما يبقى دي و دي دي و دي موجودين من فضلك أعرف أطرد البعام الهيكل لأنك أنت هيكل لله و هذا ليس كلام وعظي تأملي شاعري رمزي هذا كلام حقيقي أنت هيكل لله لا تنبسط جداً 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 مثل هيرودس حسقيال 28 يتكلم على إبليس نفسه يتكلم عن خاتم الكمال ما الآن حكمة كامل الجمال في عدن بس كان بيتاجر بالأمور الروحية اوعى تخلي حد يتاجر بك في الأمور الروحية واوعى أنت تتاجر بالأمور الروحية مع حد اوعى تخلي حد يتاجر بك في الأمور الروحية واوعى أنت تتاجر بحد في الأمور الروحية هل تنبسط جداً في رمضان؟ فا 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 اعرف أن تجارة الأمور الروحية هذه كانت عانيين هذه الأصنام هذه خطر جداً هذه قدت إلى إبليس سقط في ثانية تولي فين الآية أقول لك حسقيال ثمانية وعشرين والآية عدد ستاشر أرارك من الخمستاشر أنت كامل في طرقك من يوم خلقت ده لوسيفر أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثن إمتى وجد في إثن بكثرت تجارتك ملأ جوفك ظلماً فأخطأت فأخطأت تاجر بالبهاء هل ترون هذا البهاء؟ سأتاجر به ما تتاجر به؟ يعني البهاء لأنه أخذ مجد البهاء بصورة النهاردة حد بيتاجر لأي مكسب مكسب جواك مكسب أرضي مكسب مادي أي أن كان دي تجارة في الملكوت وهذه التجارة بتوقع لوسيفر دولة كين عنين كين عنين تجار؟ ولا أعني تجار اللي بتاجر في السوق ربنا يبارك التجار اللي بتاجر في السوق أعني تجارة في الملكوت ما ينفعش التاجر بأمور الملكوت ما ينفعش المجد لا يعود للرب وحده ما ينفعش حد ياخد المشهد قاله بكثرت تجارتك هذا يوم ما وجد فيه كثير حسنا هناك فرزيين نختم بهم عشان الوقت أنا قلت عليكم عشان ما نتكلمش من هذه الموادية تانية هل تعرفون الفرزيين دولة ايه؟ دي حاجة بتكلم عنا كتير وبكرهها جداً ولا احتطول فيها جداً دي عقلية العبيد ببساطة عقلية العبيد فرزيين دولة عقلية العبيد العقلية المحدودة اللي مليانا ركود مليانا عوز تقولي دولة زي الحويين الحويين كان آخرهم بركة أقولك لا الفرزين بقى مش بس محدودين في كده لا دولة عقلية العبيد اللي هو ما ينفعش تبارك اللي هو لو البركة ترمت بمصمص شفايفه ويقول دي مش بتاعتي اللي هو مليان مقارنات مش لأنه جواء أعمال جسد لأنه بمصمص شفايته بيقول أنا مسكين كل الناس حوليها هتتبارك وأنا مش هاخد تعرفوا حد لما حد بيخف هو بتدايق لي لأنه حد خف وأنا مخفتش وأنا مش هخف لأن ربنا مش عايز يخففني فهو خف وأنا مخفتش ده فرزين حد تبارك أنا كنت بصلي وعندي مشكلة وهي هي نفس المشكلة بتاعتها هي أخدت وأنا مخفتش أنا مش هاخد ربنا مش عايز الديني ده فرزين من فضلك ما تصحبش هذه العقلية دي عقلية العبيد عقلية محدودية أرى لك آية بس بتكوين تكوين 13 أنتو هنا؟ مش هتقول خلاص تكوين 13 عدد سبعة فاكرين لما كان فيه إبرام ولوت مع بعض إبرام ولوت مع بعض فاكرين؟ كان عندهم رعاة عندهم مواشي والاتنين كانوا بيرعوا مع بعض إ CNYess أرض من؟ أرض الكنعنيين والفرزين هذه الأمة من الأهاية الجميلة أرض الكنعنيين كنعنيين دولا إيه أعمال الجسد والفرزيين دولا إيه فقم عند أرض الكنعنيين والفرزين حصل في الأرض دي إيه مخصمة بين الراعات مواشي إبراهيم وعَبي وروعات مواشي لوت كانوا يومي تكوين السنين به أي مشاكل في الرعاة chain تأ massage مع بعض. هل تفهم شيء؟ أعمال جسد وصغر نفس. اقرأ الحدث. ما أقوله لك هذا تكوين 13 سبعة حدثت مخصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوت كان الكنعانيين والفرزيين ساكنين في تلك الأرض. الآن أوضح من كده لا يوجد. يعني بسبب أن الأرض فيها طريقة تفكير كنعانية وطريقة تفكير فرزيين. الرعاة هنا والرعاة هنا تخلقون مع بعض. احفظ نفسك. حافظ على هيكلك. أنت هيكل لله هو ده المنخص. أنت هيكل لله. أنا بفضح لك بس حاجات مش عشان أوعظ عليها عشان أقول لك عشان لما تجيلك الفكرة دي تعامل معاها يا شيطان. فاكرين رميسوع البوتروس كده يا شيطان اذهب عني يا شيطان. دي أفكار أرض. دي أفكار جسد. دي أفكار عوز. دي أفكار سقد. دي مشاعر مش بتاعتي. أنا هيكل الله روح الله ساكن هنا. مش حسمح أن أعضائي خيالي مشاعري زهني إدية يبقوا أعضاء لإبليس. ببساطة. هي دي المشاركة. هو ده المنخص. لو خدت المنخص. لو منور جواك ببساطة. كل أنا بعمله بشور لك على طريق التفكير معانا. وقال لك دي دي وراها ملوك. وراها ملوك. اسمهم صغر نفس. اسمهم تقليل. اسمهم إرهاب. اسمها أعمال جسد. دي ملوك. فما تتصحبش عليها. دي حتوقف امتلاكك. أطردهم من الهيكل بتاعك وبتاعك. أوكي. أخدكم خضة أنا اكتشفتها النهاردة بس. قضاء خمسة. مش خضة يعني بس. قضاء خمسة. دي دي. وأنا بادرس عن الفرزين دولا. زي ما اتفقنا الفرزين دولا. اللي هو العقلية العبيد. عقلية الاستسلام. هاعمل ايه. ده فرزين. بسوا. وأنا بادرس. قررت أن أدرس الكلمة بالعبري. بالعبري بالجزر بتاعها. يعني ايه الجزر بتاعها. الفرزين دولا. الاسم بتاع كلمة. فأنا قررت أبحث عن الكلمة في العبري. اتخضيت. ليه. لان احد مرات المكتوبة هذه الكلمة. عن حاجة عكس الطبيعة بتاعتهم. تصور ايه كلمة. كلمة فرزين يعني ايه. المقابل بتاعها. حكام وقادة. يعني ايه. النور جوايا. وحرار لك الاية بعد ثانية. النور جوايا. انه مليانين صغر نفس والسلام. برغم ان رب دعيهم حكام وقادة. طريق التفكير. مليان استسلام وصغر نفس. برغم ان رب داعي الشخص ده. اللي الفرزين ملكين في ان يكونوا حكام وقادة. وادرس ورايا. حرار لك اية واحدة منهم بس. قضاءة خمسة. دبورة. في ترنيم الدبورة. في عدد ستة. في ايام شمجر ابن عناه. في ايام يعيل. استراحت الارض وعبير السبل. صاروا في مسالك معوجة. خزل الحكام في اسرائيل. لما تقرأ كلمة الحكام دي. كلمة فرزين. يعني ايه دول حكام. اتاري. طريقة التفكير. المليانة صغر نفسه ومسكنة دي. لو انت بتعاني منها. انفضها بكل قوة. لان رب عايز تطلع فيك قيادة. وحكام. ما تستسلمش بمسكنة. انت نفض واغتصب الملكوت. ما تستسلمش لطريقة التفكير دي. اصلا طبيعتي كده. او انا مترب في بيت كده. لا. لا. هذا نفس الكلمة اللي بتعني عقلية العبيد والاسسلام مذكورة بمعنى حكام وقيادة. أمين؟ سأختم. شاهد أخير. يشوع واحد. أنا بختم. يشوع واحد. يشوع واحد. بصوا. بصوا. عقلية الامتلك. ونختم بيها. يشوع واحد. ببساطة. ليه سلسلة دي. ليه الاجتماعين اللي فاتوا دول. عشان الزمن ده. زمن امتلاك كل حاجة في الهيكل بتاع ربنا اللي هو انت. مفيش حتة فيك ملكل اي طريق التفكير او اي حاجة تاني. مفيش حتة فيك ولا في مشاعرك ولا في عينيك يجب انك تتصاحب عليها وهي عملة تركيبة مضادة لامتلكك. من فضلك. تولي اعمل ايه ما دي حاجات طوية دي محتاج اتوب بقى يعني. نو 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 نو. ببساطة في الاجتماع ده. قل لها برا. انا هيكا لله. فطري التفكير دي انا هيكا لله. مش هفكر كده. ما تسو مش. ما تناهيتش. ما تناهيتش. انا هيكا لله. ااخد اعضاء المسيح وجهة لأعضاء زانية. انا هيكا لله. روح الله ساكن هنا. فطري التفكير دي. ما تصاحبش عليها. أردت لكم آية مش عاروها علشان أخويا دحك علشان قارثها الأسبوع اللي فات قلت لك قل أما شعب الشعب في العالم القديم تركوا الكنعانيين والفرزيين عايشين في وسطيهم فصاروا كشوكة في أجنابهم حاجة بتوجعهم ماشيين وحاجة بتنغذهم ليه فرزين لسه في أرضنا أي كانعانيين لسه في دماغي أي سبوهم عايشين في وسطيهم وصهروهم فابتدوا يعبدوا آلهتهم زي بطرس كده دماغه تجيب كلمة من ربنا ودماغه تجيب كلمة من الأرض لأنه بيهتم بما للناس فلما اهتم بما للناس جاب الشيطان لما اهتم بما للرب أم جاب إعلان عليه أبني كنستي واو إعلان تبني عليه كنستك وإعلان تتقال عليه كشيطان ياس بحسب أنا سيب دماغي المين أنت هيكل الله من فضلك ما تساومش مع طريق التفكير طبيعي من فضلك ما تسبيش قلبك أنت أغلى جدا 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 من تسيب دماغك وأفكارك لأي حاجة معدية احفظ بيتك احفظ هيكلك مقدس للرب يشوع واحد قال له موسى عبدي قد مات الرب تكلم يا شوع ابن نون خادم موسى قال له بصوا قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب أنا معطيك إياها كل موضع ده التلاتة تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كنت مع موسى أكون معك لا أهملك لا أترك تشدد تشجع كن متشدد تشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك تلهك فيه نهارا وليلا هذا الزمن بصوا هذا الزمن ذكر نفسك وانت رايح الشغل أنتوا في أجاز الأيام دي ذكر نفسك وانت في البيت في الأجاز الأيام دي أنا في زمن امتلاك هتعملوا إيه الخميس وجمعة وسبت دول سبت آه عندنا اجتماع للي ما بيجوش تعالى لو أنت قاعد في البيت من فضلك قضي وقت من أجل الامتلاك بدلا من أنت قاعد على الفيش بوك قضي وقت الامتلاك قضي وقت الامتلاك أراضي جواك قضي مشاوير روحية جواك تقولي بازهق عشر داقي وبازهق لا 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 قد تعرف تزهق ليه أنك دخلها هلهلي بالبغقة يا غب بغيكني لا ما الأراضي اللي أنت عايز تأمتلكها ما الأراضي اللي فيها حبة كنعانيين أو فرزين أو حثيين وانت عارف أنك محتاج تشتغل عليها شوية ما الوقت تععد كده خمس ازاي وتقوله عمق عملك فيها روح الله خش جواك تقولي خلص الخمس ازاي قولك حلوة أو يقوم وإلعب وعمل وعايز تبص على النت بص عم على النت بس بعد نص ساعة ارجع وقود على الكورسي تاني وقوله واخد جرعة كمان علق محليل بس نزلة من فوق وبعدك ارجع علق محليل تاني بس نزلة من فوق هل تفهم حاجة؟ هل تفهم ما أنا عايز أقول إيه؟ أنا بديك صور بس علشان بس تتنور جواك كل شوية ارجع وعلق حبة محليل جاية من كلبة الرب حلل علق إعلانات أو رؤى الرب ويطابع جواك مجده وكلمته يا ابني بحبك البعض أنا محتاج بس يسمع الكلمتين دولة منه ومش من خادم لأنك بسمحها من خادم مش هتتنقل ليك حقيقي لكن لو سمعتها منه وستغير كل حاجة فيك علق محليل توني اليوم استغل الخميس وجمع وصفت دولة لامتلاكات من فضلك إن ده زمن مهم ما تضيعوش ده زمن مهم جدا ما تضيعوش الرب عايز يطلق عليك وعلى حياتك أمور لم تمتلكها أنت من قبل فمن فضلك امتلكها في الزمن ده تعال غمضي عنصار لي مع بعض